اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تعاقب الليل والنهار عباد الله بين كل هين وآخر بين كل فترة وفترة ينبغي لمسلم أن يحاسب نفسه على ما قدم وآخر دعونا عباد الله نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة قبل هجوم قبل هجوم حادم اللذات يقول الله سبحانه وتعالى وندأوا الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من حردل أتينا بها وكفى بنا هاسبين أيها المسلمون إن الله سيحاسبنا عن كل شيء عن الصغير والكبير والفتيل والقتمير قال تعالى وودع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حادرا ولا يدلم ربك أهدا أصحاب القلوب السليمة والوقول الوائية عرفوا أن الله لهم بالمرسات فعرفوا أنه لن ينجيهم إلا لضوم المحاسبة ومطالبة النفس ومحاسبتها على الأنفاس والحركات قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فعنساهم عنفسهم أولئك هم الفاسكون نسوا الله ونسوا أوامره وتقلبوا في نعمه مع الغفلة والإراد عن شرئه فعنساهم عنفسهم فلم يسلهوها ولم ينكذوها من عذاب الله فكانوا من الغفلين قال أمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس هاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا عليكم وتحيئوا للأرض الأكبر يومئذ توردون لا تخفى منكم خافية إباد الله هاسبوا أنفسكم في أقوالكم فإن الله يقول ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب أتي هاسبوا أنفسكم على أفعالكم فإن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هاسبوا أنفسكم في نواياكم ولا يأتلج في سدور وما يأتلج في سدوركم فإن الله تعالى يقول لله ما في السماوات وما في العقل وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير قال الحسن البسر رحمه الله من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في يوم القيامة هسابه وحذر عند السؤال جوابه وحصنا منقلبه ومعابه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرسات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقس سيئاته وعكسر الناس وعكيس الناس من دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت واستغل بأيوبه وإسلاحها إباد الله سنسعى ليوم القيامة عن أعمالنا وأموالنا وإلمنا وشبابنا يقول الله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم لن تذولا قدم أبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خسال عن أموه فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن أمله ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به فأموك إن طال إباد الله أم قصر أنت مسؤول عنه يوم القيامة فيما قديته هل في طاعة الله ورسوله هل في اللحو وصحو وغفلة هذا المال الذي نسأل جميعه وكنده ليلا ونهارا سنسأل عنه يوم القيامة من أين أتى المال وعلى أتى لبيء وشراء واكتساب سليم أما أتى بغش وخيانة واكتساب وسرك وظلم للإباد أحلك وأولادك ستسأل عنه قال صلى الله عليه وسلم كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رئيتي الإمام رائن مسؤول عن رئيتي والرجل رائن في أهل بيته رائن وهو مسؤول عن رئيتي رواه المحاري بارك الله لولكم في القرآن العديم ونفعني بما فيه من الدك والعيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل دنب ونفعني لأتماني على خيري لعنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وتابعين لهم بإكسان إلى يوم الدين بارك الله للمسؤول عن رئيتي ثابت ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر